الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أدعنت عليهم غير المغضوب عليهم ونضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا ولا يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادة قد كان لكم آية في فئتين التقتان فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والخالدين والمنفقين والمستغفرين استغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والملائكة وأولو العلم غائلا بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير من عباد إن الذين كفوا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين